ما زالت الصراعات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات على أشدها بهدف تقاسم المناصب لاسيما من طرف الميليشيات الموالية لإيران والتي كانت أبرز الخاسرين وهي اليوم تمارس كل الضغوط الممكنة لإشراكها في الحكومة المقبلة وضمان حصتها من موارد البلاد تقرير لوكالة إسيوشيتة برئيس الأمريكية صلت الضوء على الأزمة مشيرا إلى الوضع المرتبك الذي تعيشه الميليشيات الخاسرة والتي باتت تستخدم التظاهرات التي ينظمها أتباعها والاعتصامات على مشارف المنطقة الخضراء كورقة ضغط لإيجاد صيغة لتقاسم السلطة مع زعيم التيار صدري مقتدى الصدر بغض النظر عن عدد المقاعد التي فازت بها ويؤكد تقرير الوكالة أن تهديدات تلك الميليشيات باستخدام العنف ما لم تعالد شكاواهم تزيد من حدة التوترات بين الميليشيات المتصارعة والتي يمكن أن تنعكس على الشارع في العراق مع الإصرار على موقفها الرافض لتجديد ولاية مصطفى الكاظمي وهما أدخل القوات الأمنية في حالة تأهب مستمرة ويضيف التقرير أن نتائج الانتخابات كشفت عن الانقسامات السياسية الخطيرة بين الفصائل الموالية لإيران فبينما حقق التيار الصدري أكبر المكاسب الانتخابية بالحصول على 73 مقعدا لم يتمكن ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي بالفوز سوى ب35 مقعدا فيما خسر تحالف الفتح الذي يمثل المظلة السياسية لميليشيات الحجد ثلثين مقاعده في البرلمان السابق حيث انخفض من 48 إلى حوالي 16 مقعدا مسجلا للهزيمة الأكبر ويقول معهد بروكينز أن العراق بات على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخه السياسي ويظهر ذلك جليا في رد الفعل الصريح الذي أظهره الشارع العراقي تجاه العملية السياسية من خلال المقاطعة غير المسبوقة للانتخابات وما تلاها من خسارة الحلفاء الأقرب لإيران التي يعتبرها العراقيون سببا أساسيا في كل ما لحق بالبلد من نكبات